اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين حلقاتنا مع حضراتكم وفقرتنا التانية الحوارية متكلم فيها طبعا عن الحدث الابرز وهو ما مر به المصريين من خلال الفترة السابقة في انتخابات البرلمانية 2020 بمرحلتها الأولى والتانية واللي كانت تبدأ كالعادة بتصويت واقتراع المصريين بالخارج من ثم انتقالها لتصويت المصريين بالداخل وقد ايش شفنا اشراف قضائي في كافة اللجان شفنا كمان بعثة مغرقبة دولية مكونة من سبع منظمات غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية إضافة لوفد من البرلمان العربي اهتمام مواسع جدا بهذا البرلمان واللي بيخلينا نقول أنه أثيرت العديد من التساؤلات بعد طبعا انتهاء التصويت والابطراع المصريين على هذا مجلس النواب التساؤلات بخصوص طبعا استمرارية الحصانة بالنسبة للنواب وكمان شكل والرقابة والدور التشريعي لطبعا الفترة الانتخابية لطبعا صلاحية هذا المرشح فخلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المجلس وأمال وطموح المواطنين بالنسبة لمجلس نواب 2020 هتكون ايه و ايه أبرز ما نتمناه في هذا المجلس خلينا نرحب بالضيف العزيم شرفني بنواني في الستوديو دكتور إسلام ناوي الفقيه الدستوري أهلا بك فاند بنواني أهلا بحاجة بالسلام مشاهدين يعني بنتكلم عن برلمانة 2020 طبعا منذ حدوث تعديلات الدستورية وبقى عندنا نهارة غرفتين طبعا الغرفة الأولى البرلمانية مجلس النواب ومجلس الشيخ لكن دايما بنلاقي اهتمام أكبر بمجلس النواب يعني والاهتمام الأوسع والمشاركة الأكتر في مجلس النواب ده بيرجع لإيه؟ يعني خصويا نحن دايما نقول اختصاصات المجلس سن وإصدار القوانين أو حتى البدت في القوانين حالية ولكن اهتمام المواطنين دايما ليه بيبقى بشكل كبير ده في مجلس النواب تمام زي ما حقا قلت النظام الدستوري المصري يعتنق نظام المجلسين أو الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ احنا تكلمنا قبل كده عن مجلس الشيوخ واختصاصاته وهي كانت زي ما يعني من دستور نص هي اخصاصات تميل إلى الاستشارية شوية يعني مجلس استشاري إلى حد ما ولكن ترجع أهمية مجلس النواب إلى أنه يقوم بمهام عظيمة ومهام كبيرة في الحياة السياسة المصرية أولا يختص مجلس النواب بإكرار الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة اللي هي بتحدد مصاريف المال العام بتحددها وزارة المالية ويجب إكرارها من البرلمان بالإضافة إلى إكرار الموازنة العامة للدولة إكرار السياسة العامة للدولة إكرار السياسة العامة للدولة بتقوم بها وزارة التخطيط مع التخطيط القاومي بالإضافة إلى أدل الجهات يجب حتى تصير سارية أن يتم إكرارها من مجلس النواب ده ثاني اخصاص ثالث اخصاص اكرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي مهم كبيرة وده اللي بديه اهمية عن الغرفة الثانية اضافة طبعا الى المهم الرئيسية ليه اللي هي سن وتشريع القوانين واكرارها موضوع سن وتشريع القوانين الدستور ادى هذا الحق لثلاث جهات فقط لغير رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلس النواب فقط لغير هنا بترجع اهمية مجلس النواب واعضاؤه اضافة الى ان هناك جانب مهم جدا الى وهو الركابة التشريعية على اعمال الحكومة يجوز لعضو مجلس النواب طرح السؤال على اي وزير او حتى رئيس الوزراء او نوابه او الوزير او نائبه يجوز الاستجواب يجوز طرح السقة كلها مهام كبيرة جدا وركابية على الحكومة من هنا جاءت اهمية مجلس النواب مش في مصر بس وليس هو يعني بدعة مصرية نص على دستور لا في كل دول العالم سواء في الانظمة الانجلسكسونية او الانظمة اللاتينية بتعطانك اللي بتعطانك نظام المجلسين مجلس النواب وحتى اللي بتعطانك نظام المجلس الواحد لا فعلا المجلس النوابي بقى ليه اهمية خاصة عن مجلس الشوخ جميل جدا ويعني ندر نقول اقرار السياسة العامة للدولة بالضبط من ثم طبعا اقرار الموزن العامة زي ما حضرتك قلت وطبعا خطة العامة وهي التنموية والاكسماعية والقصدية ده بيخلينا نقول بقى هنا شروط العضوية بتبقى عاملة زي في مجلس النواب يمكن في الدستوري القديم 11 سبتمبر 71 اللي هو الدستوري الدائم اللي قاعد فترة طويلة جدا من 71 ل 2012 حتى الاعلان الدستوري السابق طبعا كان زمان شروط تختلف عن دلوقتي دلوقتي يمكن الشروط بقت ميسر اكتر عشان يدي فرصة للناس ان هي تنزل الانتخابات علشان يدي قاعدة اكبر للناخب ان هو يختار ممكن يكون فيه واحد في الدستوري القديم ما كانش يم بيتوافر في الشروط ولكن هو اصلح من اللي بيتوافر في الشروط ودي بيلاقيها كتير عشان كده هو نزل بالشروط الى مرتبة دنيا جدا يعني خلى السن خمسة وعشرين سنة ان يكون مصري حصوله على شهارة اتمام تعليم الاساسي ان يكون كامل الاهلية ليس عليها في وصاية او ولاية من اي نوع يعني كلها شروط انا شايف انها شروط مش كبيرة وده يمكن الثلطة التأساسية او المشارع الدستوري احسن هذه الشروط علشان يدي فرصة للناخب ويدي فرصة برضو لمن يريده الترشح ان يبقى قدامه قاعدة ناخبين كتير يقدر ان هو يختار منهم افضل العناصر. واحنا نشوف ان الحقيقة يعني المرشحين اعدادها كانت كبير. بالضبط. ومن كافة الحقيقة دواير كان فيه اجتهاد كبير جدا واسع. وعلى قد الاجتهاد ده بنشوف طبعا النتيجة وبنرسل النتيجة في هذه الفترة للمشاركة في الانتخابات. ده بيخلينا نصل الى بقى عدد الاعضاء. نهارده بقى عامل زي في مجلس النواب وهل اتغير عن المجلس السابق ولا? لا هو نفس العدد وفتر من الدستور. المادة 104 هو 450 عضو. لا يقل عن 450 عضو. يتم الانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر. والرئيس الجمهورية بيتم بيعين جزء منهم. طبعا هو الحكمة من كده. الحكمة من كده ان الدستور ادى الحق ده برضو على غرار كل دستير العالم يعني. احنا دايما بنقول مصر كزا كزا وفيها والدستور ادى الحق لا الكلام ده يعني في فرنسا اللي هي قلقة الحريات. اه لو حاركت للدستور يدي جولي الصدر سنة ثمانية خمسين هو دستور فرنسي الدائم اللي بيسر حتى الان. في اختصاصات لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية وفي اختصاصات للنواب. يمكن احنا هنا عيبنا ان الاعضاء بيمارسوا هذه اختصاصات غلط. لكن الدستور المصري زيه زي كل دستير العالم. اه بتدي الحق لرئيس الجمهورية زي ما كل الدستير بتدي الحق للملك او للرئيس. هي مش بدعة. اه ولكن هي المشكلة في اه اه سوق ممارسة هذه خصوصات من الاعضاء. من الاعضاء. للاسف زي مثلا الحصانة بيتم اساءة استخدامها. اه الاختصاص اي في اعضاء كثير للأسف مش اه بيستخدموا العضوية واستخدموا اه حصانيتهم في اشياء خارج عن الكنون. ولكن اه الشعب المصري واعي جدا وقدر انه هو يلحق بيهم هزيمة اه اه جسيمة. يعني. خلينا الاول انه اه السنة دي زاد عن الاعوام السابقة. عندنا خمسمية ستة وتسعين عضو في اه مجلس نواب عشرين عشرين. فاعتقد الاعدد الكبير ده. والزيادة دي هتصب في صالح المواطن. وهتصب في صالح. يعني شفنا اعتقد في المنتزة. عدد الكراسي بقى اكبر. وبالنهار ده. يعني لما بيجي اخطار حتى بقى فيه تعاون من القادي نهار يقول للمواطن اللي داخل اللي يصوت. انه لأ مش تلاتة زي السنة اللي فاتت. او زي الموسم اللي فات من الانتخابات السابقة. فاحنا بصالة عدد الكبير ده. هيوتيح كمين اعتقد نسبة للمشاركة المرأة اكتر وان يبقى فيه مراشحات اكتر. ده من نص الدستور. اه. في كتل المرأة خمسة وعشرين في المية. لا يجوز ان يقل على اعضاء مجلس النواب الخمسة وعشرين فيما يتعلق بالمرأة. يعني الدستور نص على كتل المرأة ما يجوز. لا يجوز ان هو يقل على الخمسة وعشرين في المية. طبعا المشاركة الدستوري هنا احسن للاختيار. لان المرأة انا مش فلصة ان هي تشارك وتقول رأيها لان فيه قوانين ما ينفعش يتم اقرارها الا في وجود المرأة. قوانين الاحول الشخصية. قوانين التأمينات وما الى ذلك. ده دور المرأة هنا بيبقى حيوي جدا. شئنا ام ابينا يعني. وعشان كده معنا فقرة خاصة عن المرأة الفقرة اللي جاية تكون عن تمكين المرأة ريفية. طبعا. والمرأة ريفية اعتقد شاركة وبقوة في هذا الموسم. كل المراحل كنا بنجدها في طابير سواء كان معاها اسرتها معاها اهلها. هي اللي بتحس كل افراد الاسرة على انهم ينزلوا. عشان كان دايما نقول اذا كانت هي نصف المجتمع فهيبتلد وتربي النصف الاخر. بالضبط هي المجتمع. نعم. فده بينقلنا النقطة كمان مهمة ان السنانية دي احنا شفنا انتخابات المصرين بالخارج وشكل مختلف تماما. وطريقة حتى الانتخاب نفسها كانت سهلة وميسرة بشكل كبير. وانه سواء كان الرقم القوي موجودة مش موجودة جواز السفر متاح. كل اوراق الاقامة. الى جانب انه بس بيتم الاقتراع للجنة طبقا لسكنه في مصر. بالضبط. ومن ثم بيبعت للبريد الجواب ده اللي هو فيه الرقم الكودي اللي هو بالنسب له ده اهم شيء. واعتقد كان لهم دور قوي جدا لكل الناس اللي كانت تقول لا ده يعني مش هيغير. لا اصوات الاصوات المصريين في الخارج يعني ليها دور كبير جدا في حسم النتيجة. اه المصري اه يمكن الوحيد على مستوى العالم اللي مهما سافر ومهما راح ومهما جاي ومهما نجح برا بيحب يبقى له اصول هنا. نعم. فبيبقى مهتم جدا جدا بكل مناح الحياة في مصر. يعني انا ليا اصدقاء عايشين في نيوزيلاندا وفي استراليا وفي كندا. وفي كل دول العالم. مش حتى دول العالم. ليهم اهتمامات مين اللي هي هينزل الانتخابات. والمادة اللي المادة اللي اتعدلت. حتى في تعديل قانون العقوبات بيبقوا مهتمين جدا. انا بيبعتوا لي بياخدوا رأيي في حاجات. يعني المصري اه الرابطة اللي بينه بين بلده بتفضل مستمرة حتى لو قعدة 40 سنة. نعم. برا. اه هو ده فعلا ده تأكيد لكلام حضرتك ان هم مهتمين جدا. وبيبعتوا لقريبهم اللي ساكنين في المكان ده بيقولوا لهم مين هم افضل العناصر. وبناءا عليه بيتم انتخاب اه العناصر. فالمصري اه يمكن اه شخصية مختلفة عن اي حد اي دولة تانية. انه هو بيبقى متعلق قوي ببلده وبذكرياته وباهله اللي في مصر. وهو ده اللي خلاه مهتم بتغيير الافضل. نعم. احنا شوفنا في انتخابات الرئيس كله كان بينتخب رئيس الجمهورية عبدالفتح سيسي. حبا في هذا الرجل وحبا في البلد علشان يعمرها علشان لما يرجع هو ولاده احفاده يلاقوا مصر تاني. حقيقة. بيخلينا ده ننتقل بقى الى انه العضو نفسه عضو البرلمان دايما نسمع انه ليه حصانة. الحصانة البرلمانية. ولكن ممكن يكون فيه الكعديد من الناس اللي لم يعلموا ما هو او ما مفهوم الحصانة وما حدودها. تمام. وهل استخدامها فقط فيه داخل القبة البرلمانية واذا تم استخدامها خارج هذه القبة. تمام. ايه خطورة الوضع ده او الامر ده؟. الحصانة عملت علشان تدي متسع للعضو فيما يبديه من اراء. فيما يبديه من اراء. سواء داخل المجلس او لجانه. يعني اللي بيحصل كالقاتي. انه ممكن يكون فيه مثلا مشروع قانون مقدم من الحكومة. نعم. النائب ممكن يقول كلام معين يأخذ عليه. يعتبر وفقا لقانون العكوبات سبق او قصف او تجريح. هنا الحصانة بتحميه من اي ملاحقة قضايا. نعم. ولكن للأسف طبعا زي ما قلت لحضرتك الحمد لله ان ان بعض النوابل للشعب اسقطهم. آآ بيستغلوا الحصانة دي خارج اسوار المجلس. آآ ولكن آآ الدستور واضح وصريح فيما اتعلق بحالات التلبس في الجرائم. آآ زي لا يجوز يعني الالسطور قال مادة صريحة جدا لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة. اتخاذ اي اجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب الا بازن صابق من رئيسه. مم. وفي حالة غيبة المجلس. تمام? او حل المجلس. يجب ان يتم هذا الازن من جانب مجلس من جانب مكتب المجلس على ان يتم اتخذ من اجراءات على رئيس المجلس والمجلس بعد خلال خمستاشر يوم من تاريخ اول جنسة تنعقد. يعني آآ ما يبديه من اراء هو محصن جدا فيه. ولكن في حالات التلبس لو يعني الحالات التلبس الصريحة لو مسلا تم زبطه في يعني الكيام مسلا بجريمة مكتملة الاركان وتوفر شروطها الاركانها صراحة وتوفر شروطها. لا يجوز عضو نيابة العامة ان هو يتخذ الاجراءات القانونية ضده زي او موطن عادي يعني. يعني عندنا آآ. الحصانة في موضوع من اراء. آآ. حصانة لي وعلي. بزرح. يجب ان احنا يبقى في حظر شديد جدا في استخدام الحصانة في الاوقات اللي يعني اللي منقول عليها مهمة جدا ولكن آآ اختيار العضو ده اللي خلى فيه النهاردة وعي باختيار الاعضاء. آآ آآ زي وانا برشح والنهاردة وانا بنتاخب. آآ هذا العضو اخد بالي كده نعالة يعني ما سبق. وانا يعني باخترر بمثني اللي هي 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 وصل وينقل صوتي واحلامي وامالي للحكومة. بزرط. بزرط. الدولة. وبالتالي هذا الشخص لازم اكون عندي الثقة دي مبنية على طبعا معرفة قوية جدا بهذا الشخص. والفكر ده. اللي هدي له حصانة بالاهمية دي. آآ يعني هلو حكرة حاجة. انا عرف ناس كتير قوي يعني اكيد كان فيه تجاوزات لان احنا 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 بشر. واكيد بعض النواب او بعض الناخبين آآ او بعض المرشحين حصل منهم تجاوزات. ولكن الناس كانت بتستجيب او بتاخد الهدايا اللي بيعرضها لمرشح وبتروح تنتخب حد تاني اللي هي واثقة فيه. اللي انا عايز اقول لحك ان الناخب دلوقتي يبقى عند وعي. آآ زاد الوعي. انا ما قلتش وعي بنسبة كاملة. ولكن زاد الوعي شوية. نعم. ودلع لكده ان بعض من الخارجين على القانون واللي كانوا بيستخدموا حصاناتهم في ترويع الشعب. آآ سقته. آآ ده معناه ان الناخب آآ تغير وفكره تغير. وآآ نظرته للمستقبل تغيرت ان مش هو ده الشخص اللي هيغير مستقبله وهو ده اللي هيعقد عليه اماله. لا ده الموضوع آآ مختلف. ان لازم في حد بمواصفات معينة هو ده اللي دلوصته. خلينا نقول في اخر دقيق معانا في الفقرة نوجه آآ نقطتين. آآ بداية للأعضاء اللي هيمثلونا في هذه آآ يعني هنقول القبة او تحت هذه القبة. آآ انه يستخدموا هذه الحصانة بحسن شديد. وانه كمان آآ يعني وصلوا صوتنا بآ يعني واملنا وكل طموحات المواطنين اللي وثقوا فيهم اللي طبعا منذ اجتماع او انعقاد او الاجتماع لهذه الدورة الى خمس سنوات مقبيرة. آآ الحصانة بتبتدي بترتبط بالعضوية. العضوية من او من تاريخ اول جنسة انعقاد. آآ. لغاية يوم تسعة يناير الجاي. يعني العضو الصابق حتى اللي سقت معه حصانة ما اعتبر عضو مجلس في المجلس القديم لغاية تسعة يناير الفين واحد وعشرين. ولا يجوز التخزي الجراءات الجنائية ضده الا بعد يوم تسعة من يوم عشرة يناير الفين واحد وعشرين. يعني لسه مكملين معنا. بصدر. لان هو حتى لو سقت في وعود. بصدر كل اختصاصات. لكن خليني اقول ان شاء الله يعني سواء ان كان الموجودين او الحالين او القادمين لازم نوجه لهم رسالة كمان نوجه للمواطن اللي النهاردة آآ يعني اتى بهذا العضو الى البرلمان وشكل العقلاقة اللي هتكون بين وبين العضو ده مفروض تبقى عاملة ازاي؟ ايه الرسالة المهمة جدا ممكن نبعثها للاتجاهين دول او المحورين دول؟ الرسالة ان احنا لازم يبقى عندنا وعي. وعي ان المواطن بتاع الزمان غير دلوقتي. المواطن لما بيلاقي الدولة بتعمل كباري وبتعمل طرق هو مش هيقبل بمستوى اقل من ده. مش هيقبل بمستوى اقل من ده في النجع اللي هو يعيش فيها او في الكارية اللي هو يعيش فيها. ازا ان الطموحات بتاعلى سقف الامال بيعلى. الناخب لازم يبقى على قد المسئولية ولازم يبقى متناسب تناسب طردي مع السقف ده. يعلى هو كمان. يعلى باخلاقه. يعلى بمبادئه. يعلى بتعاملاته مع مع الناخب. يعلى بثقافته. يعلى بحلمه مع الناس اللي انتخابته. آآ يستخدم الحصانة في وضعها. والناخب المحترم عمره في حياته ما هيخاف من رفع الحصانة. زي الانسان اللي بتفتش من ظابط في في الشارع. طالما معهوش حاجة عمره ما هيخاف. زي ما كان عايش قبل الحصانة يعيش بعد الحصانة وخصوصا احنا زي ما شفنا النهار ده هو. الدورة اللي فاتت يعني قاربت واوشركت على الانتهاء. فمسير الحصانة تنتهي. ومسير الدورة تنتهي. بزبط. هي اللي بتبقى مع المواطنين وعلاقتهم الحلوة. واللي هيجوا بعد كده يشكروك على دورك القوي اللي انت عملته معاهم. بالضبط. وتأثيرك على سن أو صدور القوانين أو حتى البت في القوانين الموجودة. بشكر الدكتور إسلام إناوي. الفقير الدستوري على وجود حداك معنا. وبحيييك على كل هذه المعلومات اللي حداك النهاردة استوفتنا بيها. تحياتي يا فانتم. بشكرك يا فانتم. كمان لسه كمين مع حضراتكم فقرتنا الثالثة والأخيرة. واللي هتكون كلامنا فيها عن النص الحلو. نص المجتمع. المرأة الريفية. وليليها دور كبير جدا. نتكلم عن تمكين المرأة الريفية في فخر الجاية. استنمنا بعد فاصل. ترجمة نانسي قنقر